بين ليلة وضحاها عمت الفرحة في صفوف الشعوب العربية والإسلامية واستيقظ العالم على خبر أضاف السرور على البعض والغضب على البعض الآخر الكيان يحترق انتشرت الأغبار والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وتباينت ردود الأفعال لكن لم يتساءل الكثير من وراء تلك الحرائق ومن المستفيد الأول منها وهل هي الحادثة الأولى في الأراضي المحتلة نتعرف على تلك الإجابات وغيرها في هذا التقرير الذي أعده لكم فريق قناة المجلة لم تكن تلك الحرائق هي الأولى من نوعها حيث واجه الكيان الصهيوني لعنة النيران في عام 2010 فيما سمي بالحريق الكبير أو حريق غابات جبل الكرم حيث شب حريق هائل في أراضي الكيان الصهيوني بدأ في جبل الكرمال سجن الدامون وامتد إلى مركز أراضي الكيانة وحرق الكثير من الغابات ما أدى بعد ذلك إلى امتلاك الكيان الصهيوني أكبر أسطول طائر لإطفاء الحرائق والذي لم يجد نفعا في حرائق أول عمس الأربعة كان السبب حريق جبل الكرمال وفق أعترافات شاب يبلغ من العمر 14 عاما لأنه ألقى بجمرة نيران في منطقة حرشية بعد تناوله الأرجيلة أو ما يعرف بالشيشة ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة فمنذ يومين استقظ العالم على حريق هائل وقع داخل الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني التهم العديد من المباني والغابات بل وصل إلى المنازل والمدارس والجامعات بداية تلك الحريق كانت أول أمس الثلاثاء عندما اندلعت حرائق وصفت بالمتوسطة في غابات وأحراش عدد من المستوطنات الصهيونية غرب مدينة القدس وسرعان ما هرعت سيارات الإطفاء إلى أماكن النيران وأخمدتها ولكن لم ينتهي الأمر بعد فصبيحة يوم الأربعة كان الكيان الصهيوني على موعد مع أشراس حرائق وأجهها منذ اندساسه في الأراضي الفلسطينية فمع ازدياد النيران وأتفرقها وجدت أجهزة الإطفاء نفسها أمام حدث زلزل جميع أركان الكيان فالنيران التهمت العديد من المدن العبرية كزخرون يعكوف ودليث وشفا عمر ونهرايا ولاخيش ويركا ورفديم وكوبول ونتاف وهردوف وتيفين ومعلوت من جانبه سارع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بطلب العون من دول عدة كإيطاليا وكرواتيا وقبرص واليونان وتركيا ومن جانبها عرضت روسيا إرسال أكبر طائرات إطفاء برمائية بيف مائتين النيران التي قتلت وأصابت العشرات وأفحمت العديد من المنازل والمستوطنات لم تكن مجرد مصادفة وقوعها في نفس اليوم الذي دعت فيه الأمم المتحدة حكومة الكيان الصهيوني إلى وقف الممارسات الاستطانية بحق الأراضي الفلسطينية حيث قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن إن التطورات الأخيرة في إسرائيل أو ما يسمى الكيان الصهيوني مثيرة للقلق بشكل متزايد ميلادينوف كان يشير إلى تصويت أولي في الكنسة لإطفاء الشرعية على المستوطنات وإعادة تنشيط مشروع لبناء 500 وحدة استطانية جديدة في القدس الشرقية وقال أدعو مرة أخرى إسرائيل أو ما يسمى بالكيان الصهيوني إلى الإنصياع للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي وقت سابق من أول أمس الأربعاء قالت منظمة عير عميم غير الحكومية المناهضة للاستطان إن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس قررت صباح الأربعاء تقديم خطط لبناء 500 وحدة في رامات شالومو في إشارة إلى حي استطاني يسكنه اليهود المتشددون في القدس الشرقية المحتلة وربما ساعد فوز ترامب العنصري المتطرف بالرئاسة الأمريكية ساعد الكيان الصهيوني على أخذ خطوة مثل هذه ولكن من أين تكون البداية أو كيف تكون البداية هذا ما أقر به رئيس حكومة الكيان الصهيوني ففي صباح أمس الخميس أعلن بن يمين نتنياهو أن أغلبية الحرائق التي نشبت مدبرة وفي الوقت نفسه لم يقدم رأس الأفع الصهيوني تفاصيل إضافية حول تلك الاتهامات من جانبه رجح العديد من الخبراء أن سبب انتشار الحريق يعود لخطة صهيونية للتوسع في عملية الاستطان مشيرين إلى أن عملية الإخلاء البشري تمت بالفعل تزامنا مع إقرار أولي لمشروع استطاني يقضي ببناء 500 وحدة استطانية جديدة مؤكدين على أن التلعب الصهيوني بالعالم واضحا جليا فبعد أن شاهد العالم الحرائق وهرول ليساعد الكيان على إخماد نيران عجز أكبر أسطول إطفاء حرائق في الشرق الأوسط على السيطرة عليها أصبحت رخصة دولية للكيان الصهيوني للتوسع بشكل يظهرها بمظهر الضعيف أو المغلوب على أمره وذلك إضافة إلى الترويج الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تجاهل إعلامي كامل من قبل القنوات العربية والعالمية وحتى الوكالات الدولية ما يثير العديد من التساؤلات والآن وبعد أن كشفت قناة المجلة نوايا هذا الكيان اليهودي المغتصب هل هناك من لا يزال يفرح بحرائق صنعها بني صهيون؟ وختاما نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة ولمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك جديد الفيديوهات ولا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين